وأكد على حضراتكم تاني هو مفيش حاجة اسمها سوق صغير عشان عارف برضو ايه العيال التفه بتوع الاخوان او العيال التفه اللي بيحبوا يتفزد كلها يعني هيجي لنا كم واحد يا القصة ما بتتحسفش كده بالمناسبة اولا هي صناعة عشان مثلا بقى متفقين ده واحد اتنين هو مفيش حاجة اسمها اصل السوق الصغير والسوق الكبير وهيجي لنا كم واحد لما ده النهاردة بيبقى في عندي خط طيران كان مش شغال او بالادق رحلة ما كانتش شغالة وترجع تشتغل تاني ده بيدي مساحة كبيرة جدا وموثوقية في انه البلد امن بل وكمان في حالة رواج سياحي جيدة بل وانه معدلات ومستويات الخدمة جيدة فهذا يشجع دول اخرى انا قاعد عمال بفكر في انه يا سلام سلام لما هيبقى في عندنا خطوط طيران تصل الى كل عواصم الدنيا بشكل اسبوعي وتبقى كلها منتظمة وتبقى كلها رائعة وده جي جي جزء كبير جدا بالمناسبة من مواجهتنا للازمة الاقتصادية العالمية اللي بتحصل دي هي هما جزئين بصراحة هي اولا القطاعات الانتاجية المصرية لازم تشتغل بمنتهى الصرعة والقوة والكفاءة يعني اطلع حجم انتاج كبير وفي نفس الوقت رفيع الجودة يعني نرجع تاني لكلام فخمة الرئيس احنا عاوزين المنتج بتاعنا يبقى بالموصفات الاوروبي طيب عايزوا ليه بالموصفات الاوروبية عشان اعرف اصدره كويس علشان ما يقفش علشان ما حدش يا يقول اصل وفصل اطلاقا انا عايز انتج أوفي احتياجات محلية وبالتالي أقلل من احتياجاتي العملة الصعبة عايز انتج اكتر عشان يبقى فيه عندي فوائد أعرف اصدرها وبالتالي يبقى فيه عندي بقى عملة صعبة اكتر في سلة عمنات مختلفة يبقى في عندي دهب زي ما يطلع مش دي المسألة دلوقتي تمام طيب نفس القصة في مسألة السياحة دخول السياحة أو عودة النشاط والسياحي إلى مصر هو نشاط شديد الأهمية يساعد على أكتر من صناعة أخرى وأكتر من قطاع اقتصادي آخر بما فيها بالمناسبة الزراعة وتوريد السلع والأغزية وتشجيع وترويج منتجات أخرى وما إلى ذلك بل حتى صناعة النقل والمواصلات وهي أيضا صناعة بالمناسبة وتشجع على تصنيع بالمعنى الحرفي لكلمة التصنيع يبقى في عندك عربيات تصنيع محلي عربيات خفيفة أو كهربائية أو هذا يضرب الغاز وتشتغل على نقل السياح وده اللي بيشتغل على فسحة السياح وده اللي بيتنقل به داخل القرى والأتلات والفندق السياحية الكبيرة كبيرة في مساحتها وفي أحجامها وما إلى ذلك كل ده يدخل لفلوس دخلت الفلوس سيادتك مبسوط مواطنا قادر على تشجيع مواطن قادر على تشجيع هذه الصناعة قادر على تشجيع الصناعة دي معاملتك بس كده ميت فل واربعتش معاملتك الحلوة هتخلي السياح موجودين